قال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر بحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية متوقعا تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار متفرقة تكون رادية أحيانا وضاف القراوي في تصريحات صحفية اليوم أن الرياح النشطة التي تشهدها البلاد قد تزيد سرعتها إلى 60 كم في الساعة مؤثرة للغبار مع انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر في بعض الأحيان وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يزيد على سبعة أقدام وتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيا بداية من الساعات المتأخرة من الليل حيث تقل السحب وتنحصر فرص الأمطار تدريجيا